السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله بنبدأ سلسلة تعليم نموذج 105 اللفظي بنبدأ فقرة فقرة وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اشتركوا في القناة عشان نزولكم كيل جديد وطبعا في رابط التليجرام الكيل ايرو حنده بنروح لأول فقرة أول فقرة هي التجارة والتصوير هنا عندنا نص آلة التصوير أعطيكم مهلة توقفون الفيديو عشان تقرؤونه وبعد ما تخلصون قراءته تكملوا الفيديو بعدها بنقرأ الأسئلة وبعلمكم كيف تجدون الجواب من النص أول سؤال أول صورة بعد اختراع آلة التصوير كانت في الجواب أقل من نصف سنة كيف أنا عرفت هذا الجواب؟ من هنا بعد أربع أشهر نعرف إن هي أقل من نصف سنة دائما أسئلة اللفظة فيها حفظ وفهم إذن فأول صورة بعد اختراع آلة التصوير هي أقل من سنة من نصف سنة ثاني سؤال المستشرق هو من؟ طيب نروح للنص نشوف هنا مكتوب المستشرق فورا ندور عند كلمة مستشرق إذن نشوف هنا عندنا كلمة مستشرق هنا نقرأ قبلها ونقرأ بعدها نشوف فقد انتقل الغربي أو المستشرق إذن نعرف إن المستشرق هو إيش؟ غربي بس هذا المستشرق وين يدرس؟ نكمل قراءة بعدها نشوف إن هو في المشرق إذن نحط غربي يدرس المشرق هذا إيش؟ معنا المستشرق الآن نروح عند مخترع آلة التصوير مين نخترع آلة التصوير؟ نروح عند البرغرافي اللي فوق نشوف أول مجموعة مصورين فرنسيين إذن نعرف إن الزواب فرنسي معنا كلمة استعلائية دائما معانا الكلمات أطلع للنص وأدور على الكلمة نشوف هنا عندنا الاستعلائية نشوف نقرأ قبلها ونقرأ بعدها نستنتج أن الجواب هو فوقية وإذا ما تبين تحفظينها إذا ما تبين يعني الدورين في الاختبار فورا نحفظينها يعني الاستعلائية هي الفوقية أي العبارات التالية الصحيحة من حيث علاقة المستشرقين من وين أنا أجيب هذه الإجابة؟ أطلع للنص نقرأ هنا تغيرت الوسيلة فقد هنا تغيرت الوسيلة هذه أول عبارة يعني نعرف ننزل تحت نعرف إن اختلفت الوسيلة طيب نشوف الرؤية تغيرت أم لا؟ الرؤية نفسها هنا الرؤية ضلت نفسها إذن ننزل تحت نشوف إن اختلفت الوسيلة والرؤية بقيت هنا لماذا انطلقت أول مجموعة مصورين إلى الشام وفلسطين بسبب الكتب والصور التي نقلها المستشرقين عن العالم العربي من وين أنا جبتها؟ نطلع على فوق هنا انطلقت ودائما بيكون هنا إذن تحفظينها أن يكون سبب طويل إذن هنا اللي تشوفين لماذا انطلقت أول مجموعة مصورين إلى الشام وفلسطين أطول واحد هو الجواب الحين نفس الشي عندنا نص بتوقفين الفيديو وبتقرأين النص لبين ما تخلصين ترجعين تبدئين الفيديو أول سؤال معنى الخبث الحديد الوارد في الفقرة السابقة الجواب الحديد المختلط بغير مادته كيف أنا عرفت الجواب أطلع للنص؟ أشوف عندنا هنا أن النقي يكون إيش؟ هو الحديد مصنوع يعني يكون النقي على الأخير إذن نعرف أن الخبث يكون مختلط بغير مادته لأنه مو نقي إذن إيش؟ مختلط بغير مادته أي الآتي صحيح؟ الحد جزء من النصل كيف يعني؟ وهذه صورة توضيحية عندنا هنا كله هذا الطويل النصل وهنا عندنا الحد هنا إذن فالحد جزء من النصل هنا عندنا أي الآتي أصح كما ورد كل فلاذ حديد بس مو كل حديد فلاذ هنا نستنتج أنه مو كل حديد يكون فلاذ بس كل فلاذ يكون حديد هذه جدا مهمة هنا عندنا فقراء جديدة أوقف الفيديو ثم ابدأيه بس خلصي أي الآتي صحيح؟ حيث علاقة بين السرية والأمن السرية دائما تفضي إلى الأمن هذه بصم دي الحفظ أتاحت التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة أتاحت لها إيش؟ زيادة الفرص التنافس من أين جبتها؟ هنا الشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة يعني نفهم أن الشركات الكبيرة أتاحت للشركات الصغيرة الصغيرة فرص التنافس هنا تبشر مؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة إذا ثم توفير أمن المعاملات المالية من وين جبتها؟ لأن هذا النص للتجارة الإلكترونية كلها يكون عن الأمن إذن توفير الأمن الأهم مهم جدا في وين التجارة الإلكترونية إذن بديهيا نعرف أن الجواب توفير الأمن المعاملات المالية إذن أنسب علوان النص هو التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات ليه؟ قلت لك التجارة الإلكترونية دائما يكون أمن المعلومات والتجارة الإلكترونية أي من الآتي يمكن أن يكون معلومات تشترى عبر الإنترنت عدد مستهلكي سلعة معينة يعني يشتروا سلعة معينة ما يخطرون يشترون أي شيء غير سلعة معينة إذن هنا إذا بعنا سلعة عبر الإنترنت إذن إذا بعناها بكثرة إذن يؤدي إلى إيش؟ إلى تعزيز هذه القيمة السلعة وهنا تعتمد التجارة الإلكترونية على إيش؟ على الأمان قلت لك تجارة الإلكترونية إذن أمان هنا نفس الشيء عندنا نص نقرأ في البداية ثم نوقف الفيديو بعدين نكمل هنا عندنا علاقة جملة ولا يتفيقان في شيء آخر بما قبلها هذا استدراك كيف استدراك؟ يعني في البداية بعد ما قرأنا ولا يتفيقان في شيء آخر نعرف إننا نحن قبل وش قل وش حكينا؟ بعدين لا يتفيقان في شيء آخر إذا أنا استنتجت إيش حكينا؟ هنا عندنا نص نقرأ في البداية ثم نوقف الفيديو عبارة الرضا الوظيفة تعني من معناها رضا وظيفة إذن رضا وظيفة إذن هو شخص يشتغل إذن رضا الموظف عن عمله ولا رضا المدير عن عمله؟ واضحة إن رضا الموظف عن عمله لازم الموظف يكون راضي عن عمله ليس المدير يكون راضي عن عمله كافي يعني لا أكيد رضا الموظف عن عمله ما العلاقة بين القلق والتوتر نعرف إنه عندهم نفس المعنى إذن تأكيدها هو كل هذه الأسئلة موجود حلها في النص بس بديهين يمكن تحاولين تخدرين تحلينها سبب ضعف العلاقات الإنسانية بين العامينين ليش؟ لأن عندهم ضغوطات زايدة عليهم هنا ويتأثر في ارتفاع الضغوطات عليهم هنا كمان عندنا نص الماء نقرأ في البداية ثم نوقف الفيديو يعني نوقف الفيديو وبعدين نقرأ نفس الشيء ماذا نستنتج من النص؟ واضح إن الماء أساس الحياة هنا ليه؟ تغطيه يعني الماء تغطي نصف شيء يعني إذن الماء أساس الحياة نوقف الفيديو ثم نقرأ الكاذب سيقول الصدق وذلك ليه أنه ليه؟ يفضح نفسه من نفسه يعني هو لحاله هو يقول حيفضح نفسه هنا عندنا التناظر اللفظي التحدث بحاجة إلى الإنصاط القراءة بحاجة إلى استيعاب تين ومشمش من نفس الفئة وبصل وثم من نفس الفئة الإهمال يؤدي إلى فشل والجهد يؤدي إلى تعب بهذه الطريقة بتحلينها يعني فورا شوفنا علاقة هنا وشوفي أي وحدة ناسبها هنا نشوف الخيط هو جزء من كل هنا الخارزة هي جزء من كل قرد نوع حركته التسلق إذن الثعبان نوع حركته الزحف طرفة ضحكة هي سببية بس معكوسة إذن غلطة نفور ليل ونهار هذي إيش؟ تضاد إذن ذهاب وإياب هي تضاد أنا أي كلمة غريبة علينا أشرح لك كهيئة صورة عشان يسهل لك فهمها أنياب تكشير إذن هنا صفة سلبية نتأكد يمكن هنا حطولك صفة إيجابية لا ما ننتبه إذن كانت صفة سلبية أم صفة إيجابية إذن النياب بتكشر والجبين تقطيب الشارع يمتد على طول الرصيف والبحر يمتد على الشاطئ الشاطئ يمتد على البحر والرصيف يمتد على الشارع عكسية وجع ألم ترادف إذن مقدام شجاع نفس المعنى هنا الرضيعي حاجة إلى أم والجيش حاجة إلى قائد والغمد السيف مكانه في الغمد والقدم مكانه في الحذاء الكرسي مصنوع من الخشب والسلسلة مصنوعة من الحديد والطاقة الحركة بحاجة إلى طاقة واللياقة بحاجة إلى تمرين الآن عندنا الخطأ الصياقي إخوان الخير كشجرة النار يحرق بعضها بعضا دائما في أسئلة الخطأ الصياقي نقرأها بشويش إخوان الخير كشجرة النار كيف كذا كشجرة النار إذن نعرف أن الخير الخطأ محافظة الإنسان على قيمه الأخلاقية صعب كيف كيف صعب أكيد سهل ينبغي تجاهل السلوك العدوان والعناد في حالات الشد هنا فورا نقرأ نشوف شديد الخطأ الكرام هم الذين يفضلون الموت جوعا على أن يحافظوا على لا كيف أكيد أن يأتوا بكرامتهم في خطأ أحسن الفضائل الصمت به هنا كيف صمت بعد أن تتحدث إذن نعرف صمت تسمع عندما تتواجه مشاكل سيئة فكر في النعم التي تنعم عليها رح يتغيّد تفكيرك كيف طريقة إيجابية هنا حكينا عقيم إذن عقيم خطأ كامل صديقك الحقيقي من ينشر هنا كيف إذا حقيقي إذن نعرف هو من يستر إن أغلب حالات الفشل تحدث عندما تكادوا إلى أغلب حالات النجاح الخطأ طبيعة بشرية ويجب عليها التعلم من أخطاء الآخرين لا تكفي لارتكابها كيف ارتكابها لازم نتجنبها تجربتها جميعا هنا عندنا في إكمال الجمل دائما نشوف نقرأها كلها ونشوف أي أحد أنسب يتعد الفضائيات من مسائل الاتصال والانتقال المعلومة كيف أنا عرفتها مثلا هنا عندنا معلومات إذن فورا اتصال أعرف في تقارب بيناتهم العرب كونوا علاقات خباء المجاورة ولحلة الشتاء والصيف إيش هنا إذا شفتنا إحدى إذن هذه فورا تمثل تكمن السعادة في متعة الإنجاز يعني أنا ما أستمتع إلى استمتعت يعد الواعي من أفضل أمور حيث يقي من التدخين والأمراض هذه دائما لازم تحفظينها يعني ما ي... عشان ما تتخبطين في الاختبار إذن من ذنك في غيابك أي شخص يذنك في غيابك إذن هو يخافك أي خشيك في قضوك إن التدريب المكثف يؤدي إلى مهارة الإتقان إذا أنا اتدرب بشكل مكثف للقدرات مثلا أدي إلى أني أنا أطخن هذه المادة بإذن الله هذا الفقرات تعليم عن بعد والهداية بيكون في الفيديو القادم